على فكرة انا مش عارف ليش العالم كله حاطت حطت السوريين وانا ما بتكلم حكي فاضي ترى دير بالك وديري بالك ترى عنا شهداء من عيلتنا بسوريا طيب فسوريا اللي حاطين حطتها العالم كله ولسانه مطويل عليهم ورب الكعبة ترى لو كنتوا بربع ما كانوا فيه لتطلعوا من طوركم احنا مرار من روع الحج خمسة ستار خمس نجوم واكثر وافضل حملات وبتلاقي الواحد بتشكوا وين القهوة وين مش عارف شو وينه يا جماعة الخير دخل عليهم ابتلاء عظيم اللي كان مشغل تلاتين عنده صار يوقف طابور مشان الخبز اللي كان قاعد ببيته هني طيب صار مشرد واحنا شاطرين بس بطول لسان السوريين السوريين اقول لك اصلا الخير بأهل الشام الخير بأهل الشام ولا خير في من يقصفهم بالكلام باللسان بالحرمان بالنذالة كرمكم الله فانا مش قاعد بس اتكلم حكي فاضي ولا جاي هيك بس والله عسل السوريين لهم عسل من يوم يومهم تعال شو معنات عسل اذا راض الله بمرئ خيرا عسله قالوا وما عسله يا رسول الله طيب انه برزقوا عمل صالح قبل الممات وهم بفضل الله سبحانه وتعالى هم الان هم امة الشهداء نعم السوريين فلذلك كفوا السنتكم عنهم وانا متكلم تعرف ليش انا متكلم مش بس حبا بالسوريين انا متكلم لانا عنا شهداء فنفسي اتعلمني شوي تكمل مسبة هيك اني اقولها لهالخايسين اللي لسانهم طويل على السوريين طيب وما بتفكروا انه شو الابتلاء اللي وقع عليهم والله لا تطيقه لو وقع عليك خمسة بالمية منه سامحوني معصب شوية اكثر مصاتع الرسول صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة